في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن جزئية البرامترز وعرفنا ازاي ممكن نأسين برامتر من parent component لchild component فتعالا دلوقتي نتكلم عن نقطة تانية انت ممكن تتعرض لها وانت شغال جوه الابليكيشن بتاعك وهي نقطة هنا انا ضفت لها 3 components علشان نشرح عليها الفكرة بتاعتنا اولا طبعا انا هنا عندي component اسمه one وcomponent تاني اسمه two وcomponent تالت اسمه three وبس هنا انا ضفت لهم جوه الnav menu ضفت link يوديني على الcomponent اللي اسمه one اللي هو بالنسبة لي اعلى واحد فيهم في الهيراركي علشان اكون قادر اوصله فضفت هنا الdirective اللي هو اسمه page وقلت له ان هو لو رحت على slash one هيرندر عندي الcomponent اللي اسمه one وهنا الcomponent اللي اسمه one مفيش فيه اي حاجة غير الdefault code اللي هو الh1 اللي مكتوب فيه اسم الcomponent اللي هو one وبعد كده هنا عندي الcomponent اللي اسمه two اذا انا لما هفتح الcomponent اللي اسمه one او الpage يعني اللي اسمها one هيرندر عندي الh3 اللي مكتوب جوه one وبعد كده هيرندر عندي كمان الcomponent اللي اسمه two اللي احنا لو رح نوله فتلاحظ انه مفيش في حاجة جواه غير H3 تاني مكتوب جوته وبعد كده عنده reference دي الكمبوننت اللي اسمه 3 لو رحنا على الكمبوننت اللي اسمه 3 هتلاحظ هنا انه جواه H3 مكتوب جواه كلمة 3 طيب جميل جدا لو رحنا دلوقتي على البروزر زي ما هو واضح كده انا فاتح اصلا البيج اللي هي الباث بتاعها اسمه 1 فحصل رندرينج عندي هنا لتلاتة H3 واحد مكتوب جواه 1 ده من الكمبوننت اللي اسمه 1 واحد مكتوب جواه 2 من الكمبوننت اللي اسمه 2 واحد مكتوب جواه 3 من الكمبوننت اللي اسمه 3 في الوقت الحالي بالشكل اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات احنا قادرين نassign parameter من الكمبوننت اللي اسمه 1 الكمبوننت اللي اسمه 2 ومن الكمبوننت اللي اسمه 2 الكمبوننت اللي اسمه 3 تعالى نجرب حاجة زي كده هرجع تاني على الكمبوننت اللي اسمه 3 زي ما احنا خلاص عرفنا ازاي هنعمل حاجة زي كده هضيف الاول public property. ممكن اخلي نوع هنا string. هقول له مسلا هنا اسمها message. وبعدين هاجي هنا هقول له ان ده هيكون parameter. بالشكل ده. وهاجي في المكان ده. هضيف مسلا بارا جراف. هقول له انت هنا هتعمل rendering ليه. المسج. جميل. وبعد كده هاجي في ال component اللي اسمه two. هاجي هنا هقول له ان المسج هتكون hello from component two. تعال دلوقتي نعمل save all. وبعدين هعمل rebuild the application. وهارجع تاني على ال browser. فهتلاحظ دلوقتي اني هنا مكتوب three. وتحتها hello from component two. زي ما احنا بالزبط. كنا متوقعين هو ده اللي حصل. لحد اللحظة دي مفيش عندنا اي شيء جديد. طيب ايه بقى النقطة الجديدة اللي احنا محتاجين نتكلم عنها? هي نقطة لو انا حبيت ابعث المسج دي او الفاليو اللي موجودة عندي هنا. من ال component اللي اسمه one. لو رحت تاني على ال visual studio. هتلاحظ هنا ان ال component اللي اسمه one. مش ضايف direct او مش موجود جوا direct ال component اللي اسمه three. ولكن موجود جوا ال component اللي اسمه two. وبما ان ال component اللي اسمه two جوا ال component اللي اسمه three. فبالتالي احنا شايفين التلاتة من ال component رقم واحد. فهتقول لي هنا طيب الموضوع سهل. ممكن ان انا اعمله بالطريقة ديت. هروح على ال component اللي اسمه two. ممكن اخد الجزء ده كده من الكود. هاخده copy. وهاجي هنا هضيفه برضو في ال component اللي اسمه two. وبعدين هاجي هنا هقول له ان ده هيكون عبارة عن ال parameter اللي اسمه message. اللي هو ده. وبالتالي هروح على ال component اللي اسمه one. هاجي هنا هقول له نفس الكلام. message هتساوي hello from one. فهعمل save all. وهرجع تاني على ال browser. فهتلاحظ دلوقتي ان مكتوب hello from one. طيب تخيل معي كده لو انا مثلا عندي خمسة او ستة او عشرة components. وانا محتاج ابعت من ال component رقم واحد لل component رقم عشرة. فبالتالي لو انا ماشي بالشكل ده. يبقى انا هتطر اضيف ال parameter ده جوة. كل ال child components اللي هما من اول اتنين لحد تسعة. وassign the value من الاولاني للتاني. ومن التاني للتالت. ومن التالت للرابع. وهكذا لحد موصل لل component رقم عشرة. هو ده بالزبط اللي احنا عملناه في الجزئية دي. لما خلينا ان ال component رقم اتنين اللي هو الوسيط يعني ما بينهم. يستقبل parameter. هو مش محتاج واصلا مش محتاج يستخدمه تماما الا علشان يبعته لل component رقم تلاتة. وبالتالي ده هدك كبير جدا انك تبعت ال values بتاعتك بالشكل ده. وهنا هيظهر لنا حل جميل جدا موجود جوة البليزور اسمه cascading parameters. هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي.